المنتخب الإنجليزي جام يمدلنا مبارايات متتالية في المستوى يدير مباراة في المستوى ومبعد المباراة اللي يجي مراه ما عندوش استمرارية ما عندوش استمرارية في الرندمان تاو ومبلوس العائق الأكبر هو أنه الدفاع على المنتخب سيفريك الوصل الميدان والهجوم في مستوى عالي لكن الدفاع على المنتخب حارس مليح الداخب الإنجليزي في متناول مهاجمين على المنتخب السينجالي المنتخب السينجالي عندو مهاجمين عندو مسرعة عندو مخفمة عندو فنيات حتى في الرأسيات متفوق الدفاعات على المنتخب خاصة الليي حبوا يحتفظوا بالكورة حبوا يحتفظوا بالكورة عنش أقول لك أن المنتخب سينجالي وكان يدير ضغط عالي المدافعين اللي راح يديروها أخطاء وينجموا وحاجة تتأخطاء من قبل في البطاعة الإنجليزية